وزارة الكهرباء الاتحادية على بعض المناطق الفقيرة بعض المناطق المعدومة ركزنا بشكل كبير على إعادة المناطق المحررة بالتحديد بالمناطق الشمالية والغربية كان هناك جهود كبيرة لملاكات التوزيع والنقل بإعادة الخطوط والمحطات المدمرة وشبكات التوزيع في محافظة الأنبار في محافظة نينوى في محافظة كاركوك وصلاح الدين وبالتالي لدينا عمل كبير إن شاء الله سيسفر عن استقرار بساعات الجزي كاربا فيما أكد مدير كهرباء المنطقة الوسطى على الجمهوري على إن خطة الوزارة تشمل إبدال المحولات العاطلة بإخرى جديدة وذات كفاءة تشغيلية عالية خدمة لمواطن المحافظة دقيقة استهدنا إلى توجيهات دولة رئيس المزراء المحترم وكذلك توجيهات السيد الوزير المحترم شرعت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط بالمحافظات الثلاثة واسط وديالة والنبار للعمل بخطة فك الاختناقات لصيف 23 حيث تم نصب 12 محافظات الثلاثة مختلفة زائداً 6 محطات متنقلة كذلك تم حاجز 1500 محاولة تستخدم كبدل معطوب و1000 محاولة تستخدم لفك الاختناقات الخطة الموضوعة للنبار تأهيل الخطوط المتضررة جراء العمليات العسكرية فك الاختناقات عن 72 مغدي 11 كيبي 33 مغدي 33 كيبي يتم توسيع محطات عدد أربعة في هذه المحافظة يوم مقال كهرباء محافظة الأنبار أصبح واقع متردي وواضع جداً يعني تعبان على الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية اليوم اتخاذ خطوة جادة وإلا من المهين أنه أحنا كم سنة صار لنا من رجعنا من من التحليل حد الآن والحال على ما هو عليه بل أسوأ يعني نحن كل سنة يجينا يقول كهرباء رح تتحسن كهرباء رح تتحسن وإذا الموسم البعض أسوأ من اللي قبله يعني اليوم اليوم المفروض اليوم الحكومة تتخذ خطوة حازمة أو تضع حلول جذرية حلول يعني تنهي معاناة المواطن الأنباري ويعني ما ترهم هذه الوضعية هاي يعني نحن إلى متى يعني إلى متى نبقى هيش مواطنون الأنباريون أكدوا إن مشاكل الطاقة الكهربائية في المحافظة تتطلب حملة واسعة وكبيرة لتحسين واقع الخدمة المقدمة لعموم المناطق المحافظة محمد القيسي زاكروز تيفي محافظة الأنبار تحسين واقع الخدمة المحافظة